موسيقى موسيقى الساعة والصباح المشاهدين أهلاً ورحباً بكم إلى عدد جديد من فلسطين هذا الصباح اليوم الأربعاء 31 من أيام العام 2017 موافق الخامس من رمضان العام الهجرية 1438 سبع الخير لك نورا سبع الخير لك يا خميس يسعد صباحكم ويسعد صباحكم أنتم مشاهدين من أبدأ المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح لساعتين من الزمن أكيد برفقتكم وكالمعتاد أبرز مع علوانات الصحف المحلية لهذا الصباح هذا الصباح أيضاً نتوقف مع عوضية خاصة في رمضان الأخرى يعني فيطار محطاتنا الصباحية اليوم ضبط النفس في رمضان خصوصاً بعد حالات الشجار الكثيرة التي سجلت خلال الأيام الأربع الماضية من شهر رمضان الفضيل نعم ونتواصل بصباح نتحدث حول منظمة التعاون الإسلامي وطبيعة ما تقدمه لفلسطين من تمكين اقتصادي دعم هذا التمكين ودعم خاص لمدينة الكدس نتحدث عنه خلال صباحنا هذا حملت سنابل الخير وأيضاً العمل التطوعي والوقوف إلى جانب الفئات المختلفة خلال شهر رمضان حطة خاصة من استوديوهاتنا في غزة هذا الصباح نعم ومن ركز في محطة خاصة أيضاً نتحدث عن القيمة الغذائية للسحور وما يجب أن تحتويه المائدة على الصحور لتمدنا أكيد بالطاقة للصيام هذا اليوم أيضاً في رمضان كيف تبدو العلاقات الاجتماعية في ظل ثورة تكنولوجية وموضوع غاية في الأهمية نتابعه في فلسطين أعتقد بتظلها على مادة الافطور والافطار الجماعي أكيد تضم العائلة وبتكون الصلة العائلية أكيد أحسن بكل تأكيد في رمضان شيء مميز للمات العائلية رمضان يمتاز باللمات العائلية صحيح صحيح نتحدث عن هذا الموضوع خلال صباحنا لهذا اليوم ومشوارنا بيبدأ من بعد الفاصل كونو مانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يسعد صباحكم من جديد مشاهدين أبرز مع عنوانات الصحف لهذا الصباح أبدأوها من صحيفة الحياة الجديدة وفي عنوانها الرئيس حيت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وباركت صمودها في ملحمة الإضراب التنفيذية تؤكد رفضها المطلق للحلول الانتقالية بما يشبه لما تسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة وفي عنوان آخر جانبي الصندوق القومي الفلسطيني خط أحمر ومؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير وسيواصل دوره الإنسانية والوطنية منظمة التحرير ستبقى البيت الفلسطيني الجامع الذي يضم كل أبناء شعبنا ومكوناته وأطيافه في جميع أماكن تواجده من تفاصيل هذا الخبر حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الليلة الماضية برئاسة سيد الرئيس محمود عباس الذي قدم عرضا شاملا ومفصلا لاتصالاته ولقاءاته مع شقائه من القادة والعرب وقادة الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند واتصالاته ومشاركاته في القمم العربية والاقليمية والدولية والتي كان آخرها القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض قدم سيد الرئيس حصيلة أو حصيلة لمجمل الاتصالات واللقاءات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبما يشمل استقبال الرئيس ترامب للرئيس عباس في البيت الأبيض يوم الثالث من أيار الماضي واستقبال الرئيس عباس للرئيس ترامب في بيت اللحم يوم الثالث والعشرين من أيار الماضي الرئيس يستقبل المبعوث الصيني لعمليات السلامة بالشرق الأوسط ويمنح السفير الراحل عزم الدقة وسامة الاستحقاق والتميز الفضي الصورة هذا الصباح تبرز سيادته خلال منحه السفير وسامة الاستحقاق والتميز الفضي البرغوثي ومن زنزانته في أول بيان صادر عنه بعد الإضراب يقول الحرية والكرامة جزء لا يتجزأ من معركة الاستقلال والعودة حيث قال الأسير المناضي المروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن إضراب الحرية والكرامة الذي خضه الأسرة واستمر 41 يوما متواصلة هو الإضراب الوطني الأول الأطول والأشرس في تاريخ الحركة الأسيرة ونقطة تحول في ألية التعاطي والعلاقة بين الأسرة وسلطات السجون وأضاف أنه من الآن فصاعدا وبعد اليوم لن نسمح بالمساس بإنجازات وحقوق ومكتسبات الأسرة وكذلك ستكون هذه المعركة نقطة تحول لإعادة بناء وتوحيد الحركة الأسيرة بمختلف مكوناتها ومقدمة لتشكيل قيادة وطنية موحدة خلال الأشهر القليلة القادمة استعدادا لخوض معركة انتزاع الاعتراف بالأسرة من العنوين أيضا التي تأخذ مساحة على صفحتها الأولى للحياة الجديدة هذا الصباح المدعي العام السابق للجنيات الدولية الاستيطان جريمة حرب ستؤدي إلى إدانة قيادات إسرائيلية أشهد بالتكتيك الدبلوماسي والقانوني الذي يقوده السيد الرئيس عباس والذي اتبعته فلسطين في تقديم طلب الانضمام للمحكمة مجلس الوزراء إجراءات حماسة تؤكد إسرارها على تعميق الانقسام صدق على إجراء الانتخابات التكملية في 66 هيئة محلية كان هذا خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رامالله أمس إيطاليا مبدأ حل الدولتين يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وأطلقوا فعاليات كرنفال الحرية في كافة محافظات الوطن وهذا ما تابعناه في مشوارنا الصباحي في الأمس شركة إسرائيلية تسحب علب الحمص من الأسواق وتدعو إلى عدم تناولها حيث أعلنت شركة الصفار الإسرائيلية للمنتجات الغذائية أمس سحبها من تداول علب الحمص التي تنتجها بوزن واحد كيلوغرام وذلك لوجود طعم ورائحة سيئة تنبعث من هذا المنتج وهذا المنتج للعلم تنتهي صلاحيته في التاسع من الشهر القادم في التاسع من حزيران الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي محمد أبو طير وأرشيزات حماس تمنع الآغة من مغادرة غزة لحضور اجتماع لجنة التنفيذية والذي كان بالأمس برام الله من على رأس صفحة الحياة الجديدة لهذا الصباح مصرع مواطن من نابلس في حدث سير جنوب الخليل وأخيرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين الأولى الأيام هذا الصباح وأبرز العناوين اللجنة التنفيذية تؤكد رفضها المطلق للحلول الانتقالية بما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة حياة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال وباركة صمودها في ملحمة الإضراب هذا الأمر الأبرز لصورة المرفقة على الأولى الأيام هذا الصباح جاءت من بيت الأحم وجماهير غفيرة من طلبة المدارس وشرائح مختلفة تشارك في إطلاق فعليات كارنفال الحرية لمناسبة ذكرى النكبة والنكسة ووعد بيلفور التي انطلقت في محافظات الوطن كافة يوم أمس وفي الصفحة الداخلية مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع السلام الآن تتوقع قيام سلطات الإسرائيلية باعتماد مخططات استيطانية الأسبوع المقبل حركة السلام الإسرائيلية قالت إن ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وقع يوم الأحد على أمر عسكري يحدد الأولوية القضائية لمستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة وهي الأولى التي تقام منذ العام 1992 رئيس محمود عباس يستقبل المبعوث الصيني لعمليات السلام بالشرق الأوسط والمبعوث الصيني نقلت تحيات الرئيس الصيني شي جين بان وقيادة بلاده للرئيس عباس مؤكداً عن موقف ثابت والدعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله الأمم المتحدة تقول الاحتلال شرد ألف وستمائة فلسطيني بينهم سبعمائة وتسعة وخمسين طفلاً بهدم منازلهم العام الماضي وهو المسبب الرئيس للاحتياجات الإنسانية في الأرض المحتلة هذا تقرير عشية حلول ذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي قالت الأمم المتحدة إن السياسات ومارسات الاحتلال لا تزال المسبب الرئيس للاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ديفيد كاردن مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة قال الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة هي في جوهرها عدم تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين من العنف والتهجير والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات وسبل كسب الرزق وانتهاكات الحقوق الأخرى مع ضرار أكبر على الفئة الأكثر ضعفا وخصوصا للأطفال وبينما تتفاوت المؤشرات من سنة إلى أخرى يبقى قائما انعدام الحماية والمسائلة عن انتهاكات حقوق انتهاكات القانون الدولي الحكومة تحدد موعد الانتخابات التكملية في 16 هيئة محلية وستكون يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من تموز العام 2017 لجنة البرلمانية إسرائيلية توصي بتمديد قانون منع لم الشمل لجنة البرلمانية المشتركة للجنة الداخلية ولجنة الأمن والخارجية الإسرائيلية الهيئة العامة بالكنيسة هي أوسط عمليا بالمصادقة على تمديد قانون منع لم الشمل العنصري برغوث إضرب الأسراء سيشكل نقطة تحول لإعادة بناء الحركة الأسيرة وتوحيدها بسير مروان البرغوث يعضو لجنة المركزية لحركة فتح أكد أن إضرب الأسراء عن الطعام سيشكل نقطة تحول لإعادة بناء الحركة الأسيرة وتوحيدها بمختلف مكوناتها ومقدمة لتشكيل قيادة وطنية موحدة خلال الأشهر القليلة القادمة استعددا لخوض معركة انتيازها على اعتراض بالأسراء كأسرى حرب وأسرى حرية وتطبيق اتفاق جنيفة ثالثة والرابعة عليهم قوى مختلفة تطلب بإعادة تقييم عمل لجنة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ذلك بعيدا عن محاولة التهميش أو الاستقوى بأجهزة الأمن إيطاليا تقول مبدأ حل دولتين يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني نبرز العنوين أيضا على أولى الأيام تصعد حدة الانتخادات بين ترامب وميركل إلى مستوى غير مسبوك في تاريخ الحديث إيطاليا تدعم دعوة المستشار الألمانية إلى أوروبا قوية هارتس ألاف الغازيين غادروا القطاع عبر الأنفاق ويطالبون اللجوء في اليونان استطلاع 42% من الإسرائيليين يتبيرون الضفة والقدس المحتلتين أراضي محررة بين المستوجين مقتلوا 27 شخصا في تفجيرين استهدف بغداد ومن الولايات المتحدة استقالت مدير اتصالات ترامب وتوقع هزة في طاقمه الإعلامي تقرير من خانيونس هذا الصباح الأفطار على الأنقاض وهذا للعام الثالث على التوالي العائلة هي عائلة حسين شهين صورة مرفقة طبعا لها تتناول طعام الأفطار على أنقاض منزلها المدمر هذه برز العنوين من أولى الأيام بالعودة إلى نورة وصحيفة القدس هذا الصباح صحيفة القدس نعم من أولى العنوين على صفحتها الأولى الأمم المتحدة الاحتلال يواصل تهجير الفلسطينيين وأسرائيل هدمت أو استولت على 300 مبنى ممول من المانحين من العنوين أيضا على صفحتها الأولى المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى حيث اقتحم 198 مستوطنا ومرشدا إسرائيليا المسجد الأقصى صباح أمس البرغوثي إضراب الحرية والكرامة جزء من معركة الاستقلال والعودة ونقرأ من العنوين كذلك على صفحتها الأولى الرئيس يطلع المبعوث الصيني على آخر التحركات السياسية تعديلات خطيرة على مشروع قانون مشروع قانون القومية الإسرائيلية ومجلس الوزراء يصادقوا على إجراء الانتخابات التكملية في 66 هيئة محلية أخبار نوعا ما مشابهة في الصحف الثلاث تعديل على عمل معبر الكرامة اليوم هذا ما علانه مدير العام الإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنة عن تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة اليوم وذلك بسبب الأعياد اليهودية حيث يعمل من الساعة السابع ونص صباحا وحتى الخامس مساء للمغادرين والقادمين الخارجية الإيطالية مبدأ حل الدولتين يلبك تطلعات الشعب الفلسطيني وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أهالي بلقة لن نساوم على اسم الشهيدة دلال المغربي والذي جاءت هذه الرسالة عقب إعلان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة عن وقف دعم لجنة المرأة التابعة للمنظمة الدولية للمركز النسوي في القرية لأنه يحمل اسم الشهيدة دلال المغربي لم يترأ تغير في العلاقات مع إيران ونبحث عن حلول لأزمات غزة هذا ما قاله أبو مرزوق للكدس ومن الأخبار على الساحة العربية 27 قتيلا وأكثر من 100 جريح حصيلة تفجيرين في بغداد استمرارا لمعارك الموصل هذا كان أبرز ما جاء على الصحف ومن أبرز العنوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم نروح لفاصل ونتابع بعدها محطاتنا الأخرى من فلسطين هذا الصباح ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صباحية حول ضبط النفس هنا في رمضان وبعد ان سجل العديد من ارتفاع الحوادث السير والشجارات العائلية التي سجلت في هذه الفترة اين كان ابرز هانورا في بعض المناطق نعم في الامس كان في حادث وذكر على الصحفة الاولى لصحيفة الحياة مصر مواطن من نابلس في حادث السير في الخليل وما كان من قلقيلي في اليومين الماضيين صباح نرحب معنا في الستوديو بدكتور الشيخ خميس عبداء وكيل وزارة الاوقاف لشؤون الدعوة صباح الخير دكتور اهلا مرحبا بك معنا ومعنا من الخليل مباشرة المقدم لأي يرزقات الناطق باسم الشرطة صباح الخير مقدم لأي اهلا مرحبا بك معنا وكل عام وانت بخير نبدأ معك اذا سمحت لي ان نتوقف مع الاحصاءات والارقام ومن ثم نبني عليها مقدم لأي اود في البداية ان اسألك عن احصاءات وارقام فيما يخص شجارات منازعات عائلية وايضا لدينا حادثي قتل منذ بداية الشهر الفضيل لو تفضلت وقدمت لنا بعض الاحصاءات واين تركزت وما طبيعة ما حدث هيك اجاز سريع صباح الخير خميس صباح الخير نورة صباح الخير لضيفكم ولسادة المشاهدين تسعين شجار منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى هذه اللحظة اثنين قتلى وما يزيد عن أربعين إصابة وستين موقوف تم القاء القبض عليهم من المشاركين في هذه الشجارات تركزت في طول كرم ونابلس والخليل وغيرها من المحافظات لكن هذه المحافظات التي تصدرت هذه الإحصائية أما حوادث السير 120 حادث سير منذ بداية شهر رمضان المبارك تسعين إصابة وأيضا حالتين وفاة جراء حوادث السير والتي ترتفع وطيرتها في شهر رمضان المبارك استمعت الشيخ خميس للحصات التي قدمها المقدمة العيار عمليا كيف يمكن ضبط النفس الناس تتذرع بأنها ربما جائعة ربما لا تدخن وهذا متداول عند الناس وساعات صيام طويلة نهار الصيف ما إلى ذلك تتذرع بأنه أنا معصب أنا زعلان أنا مدهي الأصل في الصيام ماذا الأصل في الصيام ضبط النفس كيف ممكن ضبط النفس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحقيقة أنا يعني غصد هذه الأحداث وهذه الإحصائيات يعني هي محزنة في الحقيقة للأسف لكن من الضرورة بمكان حتى يكون هناك دراسة وتحليل للإحصاء أن تكارن مثلا بأشهر سابقة أو ضمن معدل عام يعني هل هي خصوصية في رمضان وطوال السنة يعني لم يكن شيء هل هي لأناس يعني لابد من معرفة دراسة حالتهم الذين قاموا مثلا بهذه الأفعال أن تتحدث عن مجتمع عريض الصيام ما من شك ليس فقط الصيام الصلاة لابد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لا الصيام أصلا هو جنة الصيام هو تهذيب الصيام هو مدرسة للتربية للتعويض على الصبر العبادات لها حكم عظيمة وجليلة نحن يعني عندما نتحدث عن مساحة عريضة واسعة جدا في مجتمعنا في العبادات نجد أن الناس مشتاقة للصيام الناس مشتاقة لرمضان الناس تستعد لرمضان الناس تحتفي بنفسها في كل يوم وكأنه عيد لها في صيامها لكن عندما تخرج حالة هنا أو هناك لابد من دراسة هذه الحالة أنا كنت أتمنى يعني في مثل هذا اللقاء أن يكون هناك متخصص كذلك نفسي مثل هذه المواضيع أن لا نتحدث عن إحصائية فقط وإنما نتحدث عن أسباب أو هذه التصارفات عندما نتحدث نحن عن فلسفة العبادات أي بمعنى استنباط الحكم من هذه العبادات نجد أن الصيام في حد ذاته هو من أجل تعويض الإنسان على الصبر يعني أنا أعطي مثال بسيط يعني الصبر هو ميزان وهو حمل النفسي على ما لا تهوى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والصيام هو نصف الصبر والصيام هو عبادة وهو على المستطيع وبالتالي يعني هذه العبادة نفعها يعود إلى الصائم وبالتالي لو أن الإنس بأفرادها والجن بأعدادها وقفوا على صعيد واحد وصلوا صلاة خاشعة لله سبحانه وتعالى لن يزيدوا البحر نقطة ماء واحدة ولكن هذه العبادات يعود نفعها إلى المجتمع إلى الإنسان يعني سواء على الصعيد الشخصي الخاص بإرضاء الله سبحانه وتعالى أو على الصعيد العام بما نجده من ثمار للصيام من تراحهم من ذكر من التزام بالطاعات إلى آخر تفضل ولكن ارتباط الصوم عند البعض بالعصبية بالعصبية هذا ربما نعزي إلى مسألتين دللات المسألة الأولى ربما تكون لذلك أنا قلت أنه لا بد من مثلا طبيب نفسي في الموضوع ربما تعود إلى نقص عند الإنسان بسبب الصيام إلى السكر مثلا أو بسبب تعوده على التدخين النيكوتين أصبح هو أدمن عليه الكافئين أدمن عليه تعود على شرب القهوة بشكل كبير جدا وبالتالي عندما يفقد الجسم هذه الاحتياجات يتحول ذلك إلى نوع من الانفعالات هذه الانفعالات بدون تربية سابقة وبدون إعداد سابق هي تؤدي إلى الغضب ولذلك نجد أن من حكم الصيام هو تعويض الإنسان على الصبر يعني واحد تقول له يا أخي مطلوب منك أنا سأكافئك مكافأة عظيمة جدا سأعطيك ألف أو مبلغ كبير أو مكافأة عظيمة جدا إذا نقلت لهذا الوزن من منطقة إلى منطقة الوزن 100 كيلو ويستطيع أن يحمل 100 كيلو ولكن إن قصرت في ذلك تضمن وإن وصلت به سالما لك هذا الجزاء أو هذه مثلا المنحة هو يحرص أن يحمل هذا الوزن حتى يوصله ولكن تخيل عندما يمشي نفس المسافة بدون وزن كيف يكون حاله الصائم وهو يحمل نفسه على الجوع على العطاش على البعد عن المنكرات في نهاري رمضان هو يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى إذن هو لا يمن على الله بصيامه هو يجب أن يتعلم من الصيام الصبر ضبط الانفعال ضبط النفس البعد عن الغضب وبالتالي عندما يقول اللهم إني صائم لا يقولها من باب الانفعال إنما يقولها من باب التحبب كيف يمكن التعامل مع هذه الحادثة يعني إذا كان هناك مثلا شجار مع زميل أو يعني بغض النظر إلى جميع ما يمكن أن يحصل يعني كيف يمكن التعامل تمكن أن أضبط نفسي أنا مع هذا الموضوع يعني حتى أتجنب إما أن يكون الطرفين غضبانين وبالتالي أو يكون أحد الطرفين يعني تعلم من الصيام شيء تعلم من الصيام ضبط النفس حالين اللين التروي يعني التروي وإما أن يكون الطرفين المشكلة عندما يكون الطرفين إذا كان الطرفين وبالتالي يعني هو ينسى أو ربما يفقد صلته بصيامه بعبادته وبالتالي هذا الانفعال يرتفع لاحظ أن الدين كيف يهذب النفس أولا وصف النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم هذا الخلق العظيم سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تصف وتقول كان خلقه الكرآن عندما خاطب الله المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهن بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وبالتالي أنت تجد ربما التربية مهمة يعني ممكن مجتمعنا بحاجة إلى نوع من ضبط النفس والانفعال نتيجة الضغوط الضغوط الكثيرة ضغوط الاحتلال ضغوط اقتصادية ربما ضغوط في الوظيفة ضغوط كثيرة هذا التفريغ يجب أن يكون إيجابي كيف يكون إيجابي في العبادات في الطاعات في الصبر يعلم أن الأرزق بيد الله يعلم أنه يؤجر على كل خير يقوم بفعله دور دور العبادة والوعاظ في هذا الموضوع خلال شهر الفضيل سنعود إليه لا حكم ولكن إلى المقدم الأرزقات مرة أخرى من الخليل وسألك عن الخطة المرورية خلال شهر رمضان وأيضا نصائح وإرشادات للسائقين ومن يسوقون وسفر إلى المحافظات المختلفة خصوصا بعد الظهر وربما موضوع تفاعل قضية الجوة وقلت التركيز الخفاض معدل السكر أيضا في الدم ربما يؤثر على السيقة بشكل أو بآخر الشرطة عدت خطة مرورية أمنية منذ بداية شهر رمضان المبارك وتم تطبيقها منذ ساعات الأولى لشهر رمضان المبارك هذه الخطة اقتضت ضرورة نشر عناصر الشرطة بشكل مكثف العمل دوريات تنظيم حركة السير تقديم المساعدة للمواطنين توجيههم وإرشادهم يوم أمس أجرت شرطة المرور الدراسة تحليلية لارتفاع حوادث السير يعني عندما يسجل سبعين حادث سير خلال 24 ساعة في أيام شهر رمضان المبارك وهذا بشكل مضاعف عما هو مألوف بحوادث السير تبين بأن السهر والتعب والإرهاق والأرق وقيادة المركبات تحت تأثير هذه الأمور وطول ساعات النهار وقلة التركيز هي من الأسباب الرئيسية التي تتسبب بحوادث سير قاتلة وتكون نتائجها كارثية كالوفيات والإصابات الخطرة والأضرار الكبيرة لذلك نحن نتوجه للسائقين بضرورة أخذ قسط وافر من الراحة قبل البدء بممارسة قيادة المركبات السيارة وممارسة أعمالهم وضرورة العودة إلى المنازل بصورة مبكرة وعدم الانتظار حتى ساعات ما قبل الإفطار وهي ساعات الذروة والتي يحدث بها اختناقات مرورية بسبب استعجال المواطنين وإيقاف مركباتهم في أماكن ممنوعة أو بشكل مزدوج من أجل التسوق وشراء حاجياتهم وكذلك أمام المساجد في صلاة الترويح نجد بأن البعض يقوم بإيقاف المركبات في منتصف الشارع أو في أماكن تعرق الحركة السير لذلك شرطة تقوم بتنظيم هذه الحركة أمام المساجد وتم وضع شرطة أمام المساجد الرئيسية من أجل منع هذه التجاوزات من الملاحظ أخي خميس أن معظم حوادث السير وقعت في ساعات الصباح الأولى يعني مع بداية العمل أو مع بداية قيادة المركبات نتيجة لسهر ساعات ليالي رمضان كاملة دون أخذ قسط من الراحة ومعظم هذه الحوادث أيضا كانت ذاتية والحادث الذي وقع في طول كرم وراحة ضحيته المرحوم ماجد كيتانا كان ذاتي ومعظم هذه الحوادث أيضا ذاتية بسبب عدم الانتزام بقوانين السير المواطن يعتقد صباحا أن الطرقات خالية من المواطنين لذلك يقوم بقيادة هذه المركبات بسرعة تزيد عن الحد المسموح دون الانتباه ونتيجة لعدم التركيز يؤدي إلى وقوع هذه الحوادث شكرا لك حتى اللحظة ونعود لشيخ خميس عبد ممكن أن تحدثنا عنها قبل أن نروح للخليل ودور رجال الدين والمساجد وخطبة الجمعة حتى المواعد المختلفة خلال شهر الفضل في موضوع طرق في موضوع الشجارات وكيف تذكير الناس على الدوام نحن نتابع في وزارة الأوقاف وربما المساجد الآن تضج بالمصلين يعني كل المساجد عندما تدخل إليها خاصة في صلتي الفجر والتراويح العشاء تجد أنها تضج وممتلئة بل بالعكس تفيض حتى البعض يصلي في أمام المساجد يعني في الطرقات وهناك دور هام للأئمة يقومون نعم المسألة ليست فقط وعد وإرشاد المسألة يعني تتحدث أنت عن ربما تغير في الساعة الحيوية عند الإنسان أو البيولوجية من خلال السهر تغيير وقت النوم طبيعة الطعام الذي يأكله أو أوقات الطعام ما بين صحور وإفطار وإلى آخره هذا التحليل يعني لطيف جدا أن يوجه إليه الجميع الإمام ربما يوجه إلى القضايا العامة في الأخلاقيات الإمام في بعض الأحيان أنا يعني من خلال عملي كمتابع ومراكب أصلي في أكثر من مسجد يعني لا أصلي في مسجد واحد من باب أولا الإشراف على المساجد ومن أجل الاطلاع ويعني الملاحظات ووضع ملاحظات وتعميمها على الإخوة الأئمة تجد أن بعض الأئمة وبصراحة مثلا ينبه إلى قضية السيارات والازدحام بعضهم أنا سمعته يقول والله صلي في بيتك أفضل ما تمنع سيارة الأسعاف ممكن من إنقاذ مريض أو امرأة على وشك ولادك وبالتالي ماذا ستستفيد حتى من صلاتك إن كنت بهذا العمل لأن الدين هو كل الدين هو كل أنا لاحظت يعني قضيتين قضية طبعا نبدأها بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحدهم قال له يا رسول الله أوصني فكانت الوصية واضحة بكلمة واحدة لا تغضب لا تغضب الوصية بأن لا نغضب هذا على المستوى السلوكي الشخصي لكن ما ذكره في التقرير ينبه إلى مسألة أخرى وهي الحوادث الذاتية أي بمعنى تغير تغير الساعة البيولوجية الحيوية عند الإنسان نلاحظ أن تعميم مثلا سماحة قاضي القضاء بالنسبة لعدم سماع الطلاق في شهر رمضان هي لا المسألة ليست فقط في حوادث المرور وفي السرعة الزائدة وفي الغضب مع الآخرين كذلك انتقل الموضوع إلى الأسرة لابد من ضبط النفس داخل الأسرة الزوج مع زوجته الأبناء مع أمهم مع أبيهم الأخوة الجيران ثم الحي ثم الزملاء في العمل ثم التجار مع الزبائن وبالتالي إذن الحكمة من الصيام نحن نفقدها إن لم نلتزم بأخلاقيات الصيام وبأخلاقيات الإسلام رغم هذه الحوادث التي نتمنى ألا نشاهدها مطلقا في مجتمعنا ويكون مجتمعنا نظيف منها بأسباب ليس فقط الدينية كذلك الأخلاقية نحن لا نريد أن نلقي العبء ونظلم الصيام فنقول بسبب الصيام أو بسبب الالتزام في العبادات لا لا بد أن نفهم أن مواسم الطاعات يجب أن يهيأ لها الإنسان بعبادات أخرى يعني بمعنى الصيام ما ينتهي الصيام يدفع نحو موسم حج ما ينتهي الحج يدفع نحو استقبال عام هجري جديد الاحتفالات حتى الدينية كالمولد كغيرية خطب الجمعة المواعظ اليومية الصلاة التي يذهب إليها المسلم في اليوم خمس مرات يصليها يقف بين يدي الله يقرأ أخلاقيات الدين يعني الكرآن الكريم إن أردت أن تقوم بإحصائية ستجد أنه لن تتجاوز الأحكام الشرعية الموجودة فيه أربعة بالمئة والباقي أخلاق إذن الدين أخلاق حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم البعض قام بإحصائية من ستين ألف حديث جمعها وجد أنه نسبة الأحكام الشرعية أو الشارحة للأحكام الشرعية لم تتجاوز الستة بالمئة الباقي أخلاق لأنه يعني ما وضع في الميزان يوم القيامة من شيء أثقل من حسن الخلق إذن المسألة هي مسألة أخلاق ونحن ربما نجد إسلام عند غير مسلمين بأخلاقهم ونتمنى أن نجد إسلام ومسلمين يعني يجتمع في شخصية واحدة من خلال الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بأحكام الدين ونتمنى طبعا السلامة لمجتمعنا وقبول الأعمال الصالحات وأن نتجاوز عن هذه المسائل إحياء وحياة لمجتمعنا معنا على خطلات مرة أخرى نرحب به المقدم لأي رزقات والحادث الأخير صباحا هذا اليوم هنا في ترموس عية يعني تفاصيل أكثر إن كان أو إنت أوفرت لديك عنهم يعني الحادث الذي وقع صباح اليوم حتى اللحظة أنتم تعلمون أنه وقع في منطقة خارج الاختصاص ونحن بانتظار وصول تواقم الشرطة إلى هذه المنطقة حتى يتم معرفة التفاصيل لكن إذا سمحتي لنورا أرجع نقطة طرح فضيلة الشيخ وهي بما يخص الشجارات الشجارات نعم توضح الإحصائيات بأن هناك ارتفاع واضح وملحوظ فيها مقارنة مع الأشهر الأخرى يعني في العام الماضي سجلت الشرطة ما يقرب من 900 شجار وفي العام الذي سبقه سجلت ما يقرب من 1000 شجار أو 970 شجار بالتحديد في شهر رمضان وخمسين شجار لكن في شهر رمضان تصل إلى ألف وإلى 900 شجار والأسباب بالتأكيد هي العصبية والاستعجال وفهم المغلوط عند البعض للصيام وشهر رمضان المبارك لذلك هناك بالتأكيد تعاون مع وزارة الأوقاف من أجل توجيه الخطباء وخطباء المساجد والأئمة للتوضيح للمواطنين ضرورة عدم اختراق حرمة شهر رمضان المبارك وضرورة التحلي بالأخلاق والصبر والتعاضد مع بعضنا البعض أسباب الشجارات حقيقة كلها بسيطة إما خلافات بين أطفال صغار أو خلاف على إيقاف مركبة في مكان ما تتطور إلى شجارات كبيرة تكون نتائجها كارثية كالقتل والتشريد وترويع النساء والأطفال أيضا هناك عوامل أخرى مساندي لهذه الأسباب وهي وقوف ابن العائلة مع ابن عائلته ووقوف الصديق مع صديقه بشكل مجرد دون التعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الشجارات وللأسف الشخص لا يصحى ولا يفيق إلا بعد وقوع الكارثة لذلك نحن ندعو الجميع إلى تقريب لغة الحوار على لغة العنف ندعو أصحاب الحل والعقد وأهل العقل أيضا أن يتولوا زمام الأمور وأن يكون موقف لوجهاء العشائر بضرورة رفع الغطاء العشائر أيضا عن كل من يرتكب جريمة قتل أو من يتسبب بشجارات تكون نتائجها كارثية يوم أمس في نحالين الأجهزة الأمنية منذ ساعات ما قبل الإفطار وحتى ساعات الفجر الأولى وهي تقوم بفضل شجار بين عائلتين في بلدة نحالين طبعا كان نتاجه أربع إصابات والأضرار المادية وتم القاء القبض على أربعة عشر شخص من المشاركين في هذا الشجار عندما تستنزف قوات الشرطة والأجهزة الأمنية في شجارات بهذا شكل بالتأكيد له تأثير كبير على الوضع العام والأمن العام والنظام العام شكرا جزيلا لك المقدم لأيارزقات الناطق باسم شرطة كنت معنا مباشرة من استوديوهتنا في مدينة الخليل شكرا مصول أيضا لشيخ الدكتور خميس عبد الوكيل وزارة الأبقاف لشؤون الدعوة شكرا جزيلا سمعت الشيخ شكرا صباح شكرا لك يا سيد صباح مرة أخرى ونحن نواصل صباحنا نكون مع تقرير خاص لزامرتنا كريستين لناوي والذي يتحدث عن تناقل لإرث إطلاق مدفع رمضان نشاهد ثلاثون عاما يسلك الدرب ذاته رجاء صندوق المسؤول عن إطلاق مدفع رمضان من قلب القدس تورثه عن جده الحاج أمين صندوق الذي كان أول من أطلقه في المدينة يحاربه الاحتلال اليوم لوأدي هذا الإرث فيجبره على استصدار تصريح عدة في زمن ماليك في القاهرة كان السلطان خاشقجي عجاله هدية من أحد الملوك مدفع لا كان فيه منكبرات صوت ولا كان فيه إذاعات ولا التكنولوجيا موجودة صوت واحد يسمى كل أهل المدينة وإن هناك جاءت الفكرة في القاهرة أو شوي شوي بلجت تنشر اليوم أنا بحصل على تقريبا سبع تصريح بعد شهرين من رمضان وأنا من دائرة لدائرة لقسم شرطة لمخابرات لخمير متوجرات وصل المدفع إلى مدينة القدس منذ العهد التركية حتى إن مختلفة المدن الفلسطينية كانت تعتمد عليها في الشهر الفضيل والمناسبات والأعياد لكن الاحتلال منعه عند الانتفاضة الأولى لاستخدام البرود في إطلاقها لتبقى عائلة صندوق حامية هذا الموروث تجبروني مؤخرا أنه أعمل دورة نتصوري بعد 30 سنة أو 25 سنة كنت بدر مدفع رمضان وانت لازم تعمل دورة فأروحي تعمل دورة وأخذت ولادي تنين معاي الكبار وعملوا دورة معاي وأخذوا الرخصة مثلي مثل هم وهلأ بقدر لأنه فيما لو صار لشي أنه في حدا يقدر يكمل بسبب إجراءات الاحتلال يطلق رجاء مدفع رمضان بقنبلة صوت ثم يمضي لتناول إفطاره بعد أن يبلغ أهل القدس بموعد إفطارهما في ظل حرب التهويد التي يخوضها الاحتلال في القدس منذ نصف قرن يكون لتمسك المقدسيين بإرثهم دور كبير وسلاح في أيديهما للحفاظ على التاريخ والهوية الأصيلة للعاصمة المحتلة كريستين ريناو تلفزيون فلسطين القدس المحتلة أهلا بكم من جديد مشاهدينا ونواصل في صباحنا هذا ونتحدث في هذه المحطة حول ترتيبات للقاء دولي لتعزيز إمكانيات الأمور ودعم قضية اللاجئين وحقهم بالعودة هذا ما قاله ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد رويد ونرحب به بالستوديو هنا يسعد صباحات أهلا وسهلا يسعد صباحكم كل عام تبخير هذا الموضوع يضافي لموضوع أخرى نرخشه معك هذا الصباح وأبرزها دعم المنظمة للمواطنين وصمودهم في مدينة القدس وأيضا ترتيبات خاصة في شهر رمضان ولكن عن هذا الموضوع ما أشرت إليه يا زميلة نورة ما تفاصيل بهذا الفشول يعني منظمة التعاون الإسلامي ستدعو إلى لقاء دولي يعقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر القادم وتم مناقشة تخضيرات لهذا الاجتماع في لقاء جمع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مع وزير الخارجي الفلسطيني الدكتور رياض المالكي وثمن طبعا سيادة الرئيس هذا الاجتماع لما من شأنه أن يعزز موارد وكالة الغوث وتشهيل اللاجئين الفلسطينيين اللي بتقدم خدمات لأبناء شعبنا في الداخل والخارج في مخيمات اللجوء وبالتالي هي المنظمة معنية بأن تبقى هذه الوكالة قائمة بدورها تحديدا في قطاع غزة في الضفة الغربية في مخيماتنا في لبنان في باقي المناطق والترتيبات قد بدأت بلقاء مع الأمين العام الحقيقة أول أمس مع مدير عام وكالة الغوث والآن يجري تخضير الدعوات لهذا اللقاء الدولي لا شك سيبحث كل المرتبط في القضية اللاجئين ومنها تطبيق القرار 194 وحق هؤلاء بالعودة وهو الموقف الذي تتبناه المنظمة على ضوء موقف دولة فلسطين كنت أكيد في موضوعات أخرى ونحن تحدثنا عن نظمة التعاون الإسلامي وبرز النشاطات خلال شهر رمضان في دعم المواطنين في مدينة القدس المحتلة تعزيز صمودهم وأيضا الوقوف إلى جانب الفئات المهمة كيف ترفع الشهر حتى نعرف كيف الدعم لازم نفهم شو دور المنظمة المنظمة لها ثلاث أدوار رئيسية بتعمل عليها الدور السياسي فيما يتعلق بفلسطين الدور السياسي ودعم فلسطين في مواقفها في المحافل الدولية في المؤسسات التي تبحث موضوع القضية الفلسطينية أو قضية القدس كما حصل في اليونسكو في تسعة حزيران الشهر القادم اجتماع لمجلس حقوق الإنسان سيبحث الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي والجرائم المرتقبة بحق أبناء شعبنا وبشكل خاص في مدينة القدس وهناك متابعة من دولة رئيس الوزراء مباشرة لهذا الاجتماع ومخرجاته وبالتالي المنظمة تعمل على تجنيد أعضاءها 57 دولة اللي موجودين في أربع قرارات مع دول العالم لصالح هذه القرارات الدولية هذا سياسية هذا في المستوى السياسي في المستوى التنموي يتبع المنظمة أجهزة مختلفة أهمها بنك التنمي الإسلامي الصندوق الإنساني اللي مقرها في قطر عمنا البيت مال قدس الشريف صندوق تضامن الإسلامي وغيرها من الأجهزة التابعة على منظمة التعاون الإسلامي أيضا نفعل دور هذه الأجهزة بحيث تقدم خدمات للشعب الفلسطين ضمن البرنامج التي تقدم الحكومة الفلسطينية بشكل عام وفي القدس لخصوصيتها دعم المؤسسات المقدسية صندوق تضامن الإسلامي على سبيل المثال كان له اجتماع الشهر الماضي على مستوى الدول تقدمت فلسطين بمجموعة من الاقتراحات لبعض المؤسسات وفعلا تم دعم هذه المؤسسات بما فيها مؤسسات في داخل مدينة القدس شملت مستشفى المقاصد وتعلمون الوضع في مستشفى المقاصد وحاجة للدعم مدرسة دار الطفل والمسجد الأقصى المبارك والآن نعمل على تعزيز هذا الدور وتوسيعه بالأعوام القادمة افتتاح مكتب للمنظمة في فلسطين بحيث يشمل مؤسسات أوسع من داخل مدينة القدس أيضا تبني الخطة التنموية القطاعية التي تم إعدادها في الرئاسة الفلسطينية والآن يجري تحديثها أيضا المنظمة تعمل على هذا الموضوع والبنك اللي بتنمي الإسلامي هو الأداة التنفيذية الحقيقة اللي بتعمل على تنفيذ المشاريع بشكل مباشر وإحنا طبعا في هذا الموضوع بتنسيق كامل بتم مع الخارجية الفلسطينية مع مستشار دولة رئيس الوزراء لشؤون السندوق العربية والإسلامية أخونا الوزير ناصر اقتامي أيضا مع مكتب السيادة الرئيس لكن أيضا في موضوع القدس لا ننسى موضوع المقدسات والمجد الأقصى المبارك وما يحدث هناك وبالتالي دور المنظمة في دعم صمود المقدسات الفلسطينية والمقدسات الأثرية أيضا في مدينة القدس في ظلماته عاني والهجمات اليومية لهذه المقدسات يعني في هذا الموضوع بالذات لخصوصيته نحن نعمل على إصدار تقرير شهري حول الاتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس بنركز على ما يحصل في المسجد الأقصى المبارك تحديدا المخاطر اللي في محيطه الحقريات الاقتحامات اليومية المشاريع الاستطانية القطار الهوائي اللي تحدثوا عنه بالفترة الأخيرة المجمعات السياحية الدينية الحدائق التورتي وغير ذلك من المخططات هاي يعني نشرها وتوزيحها ونقل الرواية لما يحدث على الأرض فعلا هناك أيضا مؤتمر دوري تعقده منظمة التعاون الإسلامي بشكل سنوي مع الأمم المتحدة حول موضوع القدس تحضر الدول ويتم اتخاذ مواقف كلها متعلقة بدعم الموقف السياسي باعتبار وجود إسرائيل قوة احتلال وهذا مهم جدا تجنيد المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة لصالح قضية القدس عادة عن الدعم الذي ذكرته والذي الآن نعمل على تعزيزه بشكل كبير جدا وأنا بقول دائما موضوع الدعم الثابت على الأرض وبالتالي كيف نستطيع أن نجعل المنظمة تقوم بدورها في دعم الإنسان الفلسطيني في مدينة القدس هذا أيضا برنامج نقوم فيه الآن مجموعة من الإفطارات ستقوم بتنظيم المنظمة تنظيمها في شهر رمضان وبعض المساعدات لبعض الأسر المحتاجة في داخل مدينة القدس وبدأنا بالتنسيق الحقيقة لهذا العمل بالتنسيق مع المؤسسات المقدسية كأني فهمت سيد روض من حديثك بأن المنظمة عمليا مدركة للمخاطر الحقيقية بالشراكة مع كل الجهات المحتاجة في مدينة القدس سواء كان بالعمل الميداني المشاريع التنموية القطاعية ما إلى ذلك والموضوع السياسي وما يتم تبنيه من مواضيع سياسية وتواجه لمؤسسات دولية صحيح وأذكر هون اجتماع جاكرتا المخصص لمدينة القدس العام الماضي وصدر اعلان جاكرتا وبعده أعقبة القمة الإسلامية في تركيا واللي كان مجموعة قرارات اللي منها متعلقة بالوضع السياسي وأخرى بالوضع التنموي واللي الآن في اجتماعات دورية يعقدها الأمين العام للمنظمة مع رئيس مجموعة البنك التنمي الإسلامي مع الدول المعنية بوجود دولة فلسطين وبعض رجال أعمال في الدول الإسلامية اللي هدفها تعزيز البرنامج المتعلق بالتنمية الفلسطينية والحكومة قد شكلت الحقيقة لجنة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية اللي بتابع هذا الموضوع والتقى طبعا معالي الأمين العام دولة رئيس الوزراء على هامش المؤتمر العقد حول الأوقاف الإسلامية في تركيا كما التقى السياسة الرئيس مع الأمين العام بقمة القمة العربية في عمال وكان هاي أحد المحاور المطروحة في النقاش المنظمة كإطار سياسي هذا مهم جدا بحجمه الدول اللي بمثله لضغط لصالح قضية القدس هذا الذي نركز عليه الآن ونعزز دوره عدا عن الدور التنمية والدور الإعلامي وبالتالي التواصل مع المجتمع الدولي لأن العالم له تمثيل في منظمة تعاول الإسلامية ومنظمة تعاول لا تمثيل في العالم هناك مكتب في نيويورك في جينيف في مقر الأمم المتحدة أيضا هناك في بروكسل في الاتحاد الأوروبي هذه المكاتب أيضا هي تنشر ما يحدث في فلسطين تتعامل مع مجلس الأمين مع الجمعية العمومية كمكتب نيويورك ينسق مع الأطراف الدولية المختلفة كل ذلك من أجل يعني كشف المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس وبالنهاية هو البرنامج من تضع دولة فلسطين نحن ندعم البرنامج كانت تاريخ المؤتمر أن يُعقد في مدينة القدس شخص الواقع في ذكرى المؤلمة لاحتلال المدينة ذكرى الخمسين لاحتلال المدينة لا يحدث تستفيدون هنا كمنظمة تعاون إسلامي من تشخيص الواقع وأين تذهبون بأي التجاه في التطوير صحيح أنا شاركت في هذا المؤتمر الحقيقة العقدة جامعة القدس والقائمة الموحدة ودكتور أحمد الطيبة طبعا من جهر التحية وكان فعلا لأول مرة مؤتمر يناقش قضية القدس من داخل مدينة القدس بهذا الانفتاح حول مواضيع العلاقة بما يحدث في الانتهاكات وحول مواضيع التنمية لأن انتهى المؤتمر في جلسة اقتصادية تنموية التي قدمت جملة من المشاريع والاقتراحات وإحنا التقينا مع إدارة المؤتمر كممثل عن منظمة التعاون الإسلامي واتفقنا على متابعة التوصيات ومتابعة مماثلة اللي ما حصل في مدينة القدس لنقل القدس إلى العالم الإسلامي أيضا إذا بدي تسمح لي هناك قرار باعتبار سبوع للقدس في الدول الإسلامية المختلفة وأنا التقيت رئيسية لتعاون التلفزيون الأخي أحمد ع الساف وأيضا وكيل وزارة الإعلام الدكتور محمود خليف من أجل أن يكون هناك برنامج لنقل القدس أيضا للعالم الإسلامي عدا عن برنامج زيارة القدس اللي الآن نحاول أن نعمق وجود اتفاقيات ثنائية بين دولة فلسطين والدول الإسلامية نستطيع أن ننجز أكثر الآن كما ذكرت في بداية حديث وجود مكتب هذا يعزز دور المنظمة في فلسطين والقدس بشكل خاص وأنا كمقدسي وخضرت إلى هذه المنصب باعتباري مقدسي ومطلع على أوضاع القدس ميأخذ هذا الموضوع بشكل أساسي لكن أيضا لا ننسى غزة الآن أيضا ننظم عملنا في موضوع غزة ونعمل على ترتيب المساعدات هناك بحيث تصل إلى مستحقيها ضمن برنامج واسع والآن يجري تنظيم الملحق المكتب اللي موجود هناك بالتنصيق مع الأمان العام في جدة وتعلمون أهلنا في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات هذا دعمهم مهم جدا ونحن نأخذ هذا أيضا بالاعتبار ووضعينه ضمن برنامجنا الكامل أن يكون في عمل متكامل يشمل كل الأراضي الفلسطينية المحتلة كمان كنا في موضوع الأسرة اللي بنوجههم التحية لصمودهم الأمين العام كان قد أصدر بيانه ودعا لاجتماع على مستوى مندوبين الدول وكان اجتماع مع الصريب الأحمر ومخاطبته بدرورة تحمل مسؤولياته الحمد لله استطعنا تجنيد الدول الإسلامية مع موضوع الأسرة الآن نعمل على تجنيد الشارع الإسلامي وهذا نعمل القادم مع اللجان الشعبية وناد الأسير اللي بتعنا في موضوع الأسرة في المستوى الشعبي اللي يكون أكثر تفاعل مع قضية الأسرة حتى نصل إلى مؤتمر دولي يبحث موضوع الأسرة الفلسطينيين بجدية ويأخذ قرارات في البعد السياسي والبعد القانوني نعم تحدث عن استجابة الدول يعني القضية الفلسطينية والقدس بشكل خاص وكيف يمكن استغلال العمل المنظمة يعني لتعزيز يعني لفة الأنظار لما يحدث حقا قداني حقيقة في القدس شواء في القدس بما تشكله من قيمة دينية لدى المسلمين هي مهمة عند كل إنسان وبالتالي الجميع يعطي إشارات إيجابية على استعداده للتعاون لدعم قضية القدس الآن إحنا ماذا نقدم حتى فعلا نحصل مشاريعنا اللي إحنا نحتاجها فعلا في مدينة القدس والعمل اللي بنقوم فيه على الأرض بشكل مباشر الآن فيه كمان عندنا وكالات أخرى تتبع للمنظمة كمركز أنقرة اللي هي المنظمة الإسلامية التربية والثقافة والعلوم غيرها كمان معنية في موضوع القدس وتفعيل دورها هذا مهم جدا ولها علاقة كمان في دعم المؤسسات لكن حنا نطالب مؤسساتنا تكون عندها برنامج واضح وزارة شؤون القدس أيضا التقينا معا للوزير في أكثر من مناسب أن يكون فيه برنامج واضح يحدد شو الاحتياجات حتى نستطيع فعلا